مرحبا أعزائي المهندسين دعونا نستمر بحل مزيد من التمارين حول فر الشريحة يعني الشريحة تعطى وتمعقد لا يمكن حلها نحاول نفرها وتمشي الأمور بها مثلا هذا عندك 32 من صفر إلى 2 من x إلى 2 و 2y تلبيع sinxy dy dx طبعا هو هذا يمشي يعني ينحل بالUDV التكامل بالتجزئ ينحل مثلا تطبق همارتين أو التكامل بالجدول يسوي الجدول وكذا تكامل عندك الأمور بينما هذا كان يوقف أصلا ما يمشي أصلا هذا هنا لا يمشي بس يمشي بشكل معقد يعني ياخذ الطالب وقت طويل يقدر يحله إذا إذا مشي بالDy بس إذا فر للDx محتمل يصل للأمور أسهل أوكي فالواحد يرسم ويحاول يفر الشريحة ألزيم هسه هو هنا عدك dx متأخر دعم نكررها إذا صفر للثنين إذا من صفر للثنين هذه dx متأخر من صفر للثنين أوكي النقطة الثانية إنه هذا dy إذا هذا من y 2 إلى y 2 أوكي به الشكل هذا فهذا y 2 أوكي وهذا y 2 مثلا أوكي هو y 2 إنه هو عفقي به الشكل هذا فهذه هي المنطقة مالتنا لماذا هذه المنطقة مالتنا؟ من صفر إلى 2 للأكسات تدخل الشريحة به الشكل هذا تصطدم أول شي بالy ساوى x والنوب تصطدم بهذا الفوق لو يساوى 2 أوكي به الشكل هذا وهذا دي واي دي اكس إذا أردنا نفره ما سيحدث فالمفروض دي واي تتأخر من يبدى هو بالدي واي يبدى من صفر إلى 2 إن هاي أرقام من صفر إلى 2 فيبدى هو بالدي واي من صفر إلى 2 مجرد أرقام إذا دخل هي شوه لأننا قلنا الشريحة الجديدة لازم يكون من اليسار إلى اليمين لأن الشريحة القديمة كانت من الأسفر إلى الأعلى فيأخذها به الشكل هذا يعني يبدى منا يبدى منا هذا قلنا دائما السينات هو شنوه؟ هو واي ليه هو اكسس ساو صفر اكسس ساو صفر اكسس ساو صفر اوكي هاي هنا عادنا الدي اكس وهي اكسس ساو صفر السينات اكسسس ساو صفر اوكي هاي اثنين يتربيع ساين اكس وي بالشكل هذا صار عندنا هذا التكاون من اكسس ساو صفر واقعه الى X ساو Y هذا و نفس Y ساو X و X ساو Y هذا المستقيم اللي هي كبر 45 هيا يقلنا هو سيخة نسويها بشكل مرتب 02 02 02Y تربيع سعين X Y بشكل بشكل هذا DXY هنا حتى اكامل تعتبر ال Y تربيع كله ثابت و X Y هي ايضا ثابت العفو ال Y هاي اللي هنا بداخل الساين هي ثابت ال X يعتبره المتغير زينا حتى اشتقل الساين لازم تكون متوفرة عده مشتقة الزاوية مشتقة الزاوية مشتقة الزاوية شنية ومو X Y لازم توفرة عدك بس Y زينا نعدي Y تربيع عادي اقدر اخذ وحدة منه حين اعتبرها هي المشتقة واحتفظ بالاثنين Y يعني اقدر ايتشسب الزاوية الزاوية اقدر اقول هيا Y وحدها وساين X Y D X D Y هتعتبر مشتقة الزاوية اقدر احملها اوكي والثاني يصل سالب 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 بالاثنين Y طبعا هذا اللي نزله كوسين X Y من صفر الى Y بالاثنين Y حاوض هذه السعرة وكان كل X Y 0 الى 2 ناقص 2Y كوسين عوض بالY يصل على عدك Y في y Y تربيع ناقص بالناقص زائد 2Y كوسين الصفر هو ايضا واحد هنا راح الصفر في واي صفر كوسين الصفر فهو قيمته واحد اذا بس اثنين واي اوكي يدي واي اوكي شوف هنا صار عندك صار عندك كوسين واي تربيع المفروض هم تتوفر عندك مشتقة ازاي فعلا موجودة شوف شون الامور جاهزة اثنين واي جاهزة اوكي فعاد انه ابنت ايضا يتعوض بس هذا السالب تبقى محتفظ به فيصير عندك انه هو ساين واي تربيع وهذا هو السالب اوكي وهذا يصير واي تربيع على اثنين واي اثنين اهنانا كلا راح تروح هاي واي هاي من صفر الى اثنين وانه بعدك عوض بالثنين اه اربعة وهي واي هاي زائدا اربعة ساينة الصفر هو صفر وبصفر هاي كلها صفارة اوكي فصل عندك اربعة ناقص ساينة الاربعة اوكي مشت الامور اوكي لو مشتغلة يو دي فيت عقد تتعقد عندك ادك مثلا هادا الى U33 سفر للواحد من واي للواحد اكس تربيع اكسبونيشن اكس واي تي اكس دي واي طبعا اذا هم رجلت تنطلق بيهم لازم انت تحتاج التكامل اما بتجزع تستخدم تسوي مرتيا لانا عندك اكس تربيع فتشي متسامي او تحتاج التكامل بالجدول تكامل جدول اكس تربيع اثنين اكس ادنه بيختفي تنزل اسهم وتمشي الامور فهذا شوي مطول ومزعج فشنسوي نحاول نرسم ونفره سوي دي واي دي اكس بل كي تمشي الامور بشكل سيدس اكثر به الشكل هذا نحن اقول دي واي دي واي اي متاخرة من صفر للواحد دي واي متاخرة من صفر للواحد اذا هي ارقام من صفر للواحد اوكي هاي من صفر للواحد الدي واي اوكي اهنان اكس الساو واي اوكي اكس الساو واي هي مجرد هذا اوكي اكس الساو واي به الشكل هذا الى اكس الساو واحد اكس الساو واحد اللي هو هذا افقي اوكي اللي هو هذا الافقي اوكي اللي هو هذا الافقي اوكي فشن راح اصير مالتنا الشريحة عفوا احنا اه شو رح اصطر الشريحة مالتنا حتى لاني تسرع بالرسمة اوكي صفر للواحد هاي الصفر للواحد مالتنا اوكي تدخل لل اكسي سا و واي من هنا شريحة بهالشكل هذا اول شي تصطدم ب اكسي سا و واي اللي هو هذا انه تصطدم بال اكسي سا و واحد فهي شريحتنا فعلا هاي صحيحة اوكي هاي شريحتنا تجي من صفر للواحد بالوايات تدخل اكسي سا و واي اللي هو هذا الخمسة و اربعين تطلع بال اكسي سا و واحد بال اكسي سا و واحد اللي هو هذا الافق اذا ردنا انسويها بهالشكل هذا من الاسفل الى الاعلى يجب من صفر الى واحد ومن واي ساوي صفر الى واي ساوي اكس فاذا ردنا نفرها تبدأ بال الاكسات متأخرة راح تصير جانت متقدمة ستتأخر اوكي من صفر الى واحد هاي الاكسات اوكي وانو ابعدنا من واي ساوي صفر واي ساوي صفر رح نخلي قبل صفر الى واي ساوي اكس فهنا اكس تربيع اكس بونايشن اكس واي دي واي اوكي بهالشكل هاذا وايضا هنا انا لازم تبحث عن المشتقة مشتقة الاوس بالاكس بونايشن اوكي مشتقة الاوس بالاكس بونايشن واحدة من يمهن موجودة هي مثلا الاكس تربيع اقدر اسويها عبارة عن اكس باكس واحدة من هاي الاكسات ااخذها كمشتقة الاوس لان انا احتاج اكس يبون اكس واي شن مشتقتها بالنسبة للواي مشتقتها بس الاكس واحدة من هاي الاكسات ااخذها اعتبرها هي شي اسمها مشتقة الاوس واهملها وكامل عادي شون يكاملون الاكس وانو ينزلونه كما هو والاكس الثانية تنزل بصفر اوكي بالشكل هاذا وعد هذا من صفر الى اكس دي اكس اوكي ونعوض نعوض بالاكس اصر اكس تربيع فاصر اكس اكس تربيع نعوض بالواي فاصر اكس باكس اكس تربيع ناقص الصفر اعفو الصفر فوق فراح اصر اكس في اكس بانيشن الصفر اوكي بهالشكل هاذا وعد رح يصر عندنا الصفر للواحد وحيصر عندنا اكس اكس تربيع ناقصا بس اكس دي اكس هنا اكسبونيشن اكس تربيع شنو مشتقة الاوس اثنين اكس اقسم على اثنين واضرب في اثنين يعني احتاج بس نص وعد اخلي نص واكسبونيشن اكس تربيع هاي ماتي تكاملها العادي وهاي اكس تربيع على اثنين ومن الصفر الى واحد وعوض بالحد الاعلى والحد الاسفل وتمشي نور اوكي واحد هنانا ناقصا النص ناقصا النص في اكسبونيشن الصفر ناقصا الصفر اوكي بالشكل هاذا فعد تنزيل الى رقم عادي اعنا نص ايما اوكي اللي بعده مثلا هاذا شوية اكثر تعقيدا اوكي مثلا صفر اثنين وهنا انا من صفر الى اربع ناقص اكس تربيع وهنا اكسب اي اثنين واي على اربع ناقص واي دي واي دي اكس طبعا هذا جدا معقد اذا ما يوقف يعني بالدي واي يعني عندك فيد اكسبونيشن اللي يجب ولازم تستخدم اعتقد تعويض يوب وكذا فاموره جدا مزعجة هذا ووحد شونت يقدر يشتغل لهذا يشوف ان دي اكس جاي تشتغل من صفر الى اثنين اوكي مصفر الى اثنين هاية دي اكس مصفر الى اثنين هاية دي اكس من صفر الى اثنين جاي تشتغل وعدك dy من 0 من y يساوي 0 اللي هو هذا إلى y يساوي 4 ناقص x تربيع هذا شن هذا 4 ناقص x تربيع هذا عبارة عن قطع مكافئ شون واحد يريد اسم هذا القطع المكافئ قطع المكافئ هذا إذا عدك y يساوي x تربيع مثلا وهي تشكله مثل ما نعرفه لقلاس المقلوب مثلا إذا قلنا سالب x تربيع شون يصير ينقلب سالب x تربيع ينقلب مثلا إذا ضفنا لأربعة مثل هذا يعني معناه أصعد أربعة درجات هاي الشفتينج بالمرحلة الأولى أوكي يعني ينزل بهالشكل هاي وهاي الأربعة مات أوكي ويقاطع هنا بالثنين اثنين بسالب اثنين يشغل لأنه هو الجذر أوكي أنت أخذ اثنين اثنين يصير اثنين تربيع أربعة أربعة ناقصة أربعة صفر فهنا نصفر الصادات هاي الصفر الصادات بالثنين أوكي هذا هو بهالشكل هذا وهنا يشتغل بس بهاي المنطقة أوكي خلي يكون يجي فيتك أوكي بهالشكل هذا هذا ما لتنا المنطقة أوه هي جاي يشتغل جاي يشتغل هي شي أوكي وها هي وها يساوي أربعة ناقص أكس تربيع أوكي يبدأ من الأربعة أوكي حاول تفره شون تفره تقول دي اكس دي واي دي واي يتأخر من يبدأ الواي اللي راح تدخل الشريحة بهالشكل هذا بشكل اليسار الى اليمين أوكي شون راح تدخل راح تدخل من صفر الى أربعة هاي الوايات إحنا عدنا وهاي هنا أنا النوع شنو أكس يساوي صفر الى أكس يساوي شنو هذا شنو بالأكس يساوي بجلالة الوايات أكس يساوي شنو هذا هذا واي يساوي أربعة أكس تربيع ما يفيدنا نريد أكس يساوي فتشي بش أسألو أعيد كتابته أود الأكس تربيع على هاي الجهة وأقول أربعة ناقص واي في جذر الطرفين راح تصير عد أربعة ناقص واي به الشكل هذا أوكي فصير عدنا أكس يساوي أنه جذر أربعة ناقص عن واي هاي هي بس بدلالة الأكسات هذا القوس أكس يساوي أربعة جذر واي بس بدلالة شنوى بدلالة الأكسات أكسات فإلى جذر أربعة ناقص عن واي وهاي الهوسة أيضا تنزل لننسل دي أكس هاي هنا أكس أكسبونيشن اثنين واي ولي جوا أربعة ناقص عن واي هاي مالتنا أوكي عد النوب صارت عدنا بس بالنسبة للأكس يعني هاي الأكسبونيشن اثنين واي بأربعة ناقصا وهاي مجرد أشياء مجرد ثوابت يعتبر لأن جيتشتغلتها لدي أكس فإيش راح يصير عدك هنا فهاي مجرد أكس تربيع على اثنين هاي الأكس شوني رابعون يعني شوني كاملونها أكس وهذا ينزل ويا عد صار عدك أكس تربيع على اثنين بأربعة ناقص واي هاي مالتنا وهي اثنين واي وهاي من صفر أوكي أكس تربيع على صفر وهاي الجذر أربعة ناقص واي فهنا دي اكس تروح والدي واي تنزل هاي عد بالحد العالي عد بالحد الأسفل فشو راح تصير هاي هاي إذا عوضت بمكان الاكس لأنك كانت من الاكس لازم نحوض بمكان الاكس فالجذر ينزلنا تحت ال أربعة ناقص واي تحت الجذر ويجيها تربيع فتروح تروح ويا ما تروح ويتجواها أربعة ناقص واي فعادي ينزل لك بس اثنين واي على اثنين اوكي اثنين واي على اثنين اعتقد تجي الكهرباء او ما تجي لا ناقص هو ايضا تعويض بالحد الأسفل تعويض بالحد الأسفل يعني نعوض نعوض بالأكس صفر فراح سصر صفر بهاي الكمية كلها صفر اوكي دي واي اوكي صار عندنا تكامل جدا بسيط اللي هو اكسبونيشن اثنين واي اوكي من السفر الى اربعة واحد على اثنين اكسبونيشن اثنين واي اوكي دي واي محتاجاني اثنين بس عدي نصف اما قسم على اثنين رح نصر عده ربع واهنا اكسبونيشن اثنين واي اوكي من السفر الى اربعة واعوض بالحد الأعلى وحد الأسفل ربع اكسبونيشن ثمانية ناقص ان اكسبونيشن الصفر هو واحد اوكي هذا هو الحلم على اثنين وشكرا لكم اشتركوا في القناة